لطالما دأب الطبيب محمد علي أن يبدأ يومه كل صباح من مركز الخميس الصحي لتقديم الرعاية لعشرات المرضى لكن ذلك لم يدم طويلا قبل عدة أشهر اقتحمت ميليشي الحوثي المركز وحولته إلى ثكنة عسكرية تعرض المركز للعبث خلال سيطرة الميليشيات حيث صادرت معظم محتوياته الطبية متسببة بإيقاف خدماته بشكل كلي وكما ترون حالة المركز مثبوت بالصور نحو ستة آلاف مواطن كانوا يستفيدون من خدمات المركز الصحي أما اليوم فهو غير قادر على تقديم خدماته بعد أن تركته على هذه الهيئة الميليشيات استوطنت في هذه المواقع المركز الصحي المدرسة وكما ترون مخلفات الميليشيات طبعا هناك ألغام ما زالت موجودة في هذه المؤسسات أصبح الخطر داهم على المواطنين فأصبحت كل هذه المؤسسات معطلة لم تكن المراكز الصحية وحدها من وقعت تحت طائلة عبث الميليشيات الإنقلابية بل امتدت إلى المدارس والطرقات كحال هذه المدرسة التي استخدمتها ثكنة عسكرية ومخازن أسلحة كما حولت فصولها إلى معتقلات لأبناء المنطقة هذا الطريق الرابط بين محافظتي تعز وعدن عبر وادي الخميس في القبيطة لم يسلم هو الآخر من خراب الجماعة الإنقلابية التي استحدثت فيه عشرات النقاط العسكرية تحتجز فيها المسافرين والناقلات يوميا وتنهب ممتلكاتهم وتفرض الجبايات تحت مسمى دعم المجهود الحربي منذ ان قدمت ميليشيات الحوتي للمنطقة يعني أولا من خلال هذا من هنا تقريبا حوالي مسارة ثلاثة كيلو عملوا أكثر من عشر نقاط هذه النقاط كانت تقوم بابتزاز المواطنين وأخذ أموالهم بالقوة المواطنين المسافرين من عدن إلى تعز وغيرها أو النازلين إلى عدن هذا قانب، القانب الآخر حولت هذه المدرسة التابعة لمنطقة مدرسة الشروق إلى ثقنة عسكرية موجودة فيها الألغام والذخيرة وغيرها ورغم رحيل الميليشيات من هنا لا تزال آثار الخراب ماثلة في العديد من المؤسسات الخدمية كما لا تزال حاضرة في أذهان أبناء هذه المنطقة والعابرين من هذا الطريق اشتركوا في القناة